مبدئياً لبنان الوطن تجاوز القطوع الأمني ولبنان الدولة تخطى الفخ الخطر الذي مصب له في مرتفعات القرنة السوداء لكن أهالي بشر الذين أظهروا رباطة جأش وحكمة في التعامل مع الواقع ما زالوا ينتظرون نتائج التحقيقات ليعرفوا من قتل ابني بلدتهم هيثم ومالك طوق كما أن جميع اللبنانيين ما زالوا ينتظرون تهاء عمل الأجهزة الأمنية والقضائية لمعرفة حقيقة ما جرى على أعلى قمة في لبنان وكان لافتاً البيان الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى وشكل رداً غير مباشر على ما وجه إلى القضاء من اتهامات في اليومين الماضيين ولسيما من بعض المرجعيات الدينية فمجلس القضاء أكد أنه لا وجود بتاتاً لأي تلكء أو تخاذل ينسب إلى القضاء والقضاء في جريمة بشري وأن القضاء تقاموا ويقومون بواجباتهم رغم كل أنواع التطول والضغوط والتهديدات التي يتعرضون لها توازياً أصدر رئيس الحكومة قراراً قضى بتشكيل لجنة تدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقرية ونزاعات على المياه في أكثر من منطقة عقرية فهل يأخذ القرار طريقه إلى التنفيذ فيحل مشاكل عالقة منذ عشرات السنين وبذلك لتكون دماء هيثم ومالك طوق قد ذهبت هدراً سياسياً الملف الرئاسي مكان كاراوح فلبنان ينتظر لودريان فيما لودريان لم يبلور حتى الآن أي خطة لمقاربة الأزمة الرئاسية وهو على الأرجح سيطرح الحوار كحل فيما قوى كثيرة تعتبره تجاوزاً للدستور ومحاولة لتشريع عدم انتخاب رئيس للجمهورية قبل تحقيق تعديلات دستورية تصب في مصلحة ثناء أمل حزب الله مع الإشارة إلى أن قوى لبنانية سياسية كثيرة تؤكد أنها لن توافق على أي حوار إلا بعد تثبيت مرجعية الطائف وتثبيت معادلة المناصفة وهوية لبنان وموقعه الحيادي في هذا الوقت انشغل الوسط السياسي والشعبي بمتابعة التطورات الخطرة التي تحصل إن في الأراضي الفلسطينية أو في الجنوب ففيما تستمر العملية الإسرائيلية على مدينة ومخيم جنين برز التصعيد بين حزب الله وإسرائيل انطلاقاً من خيمتين نصبهما الحزب منذ أسبوعين في مزارع شبعة ويصر الجيش الإسرائيلي على إزالتهما فهل تنفذ إسرائيل تهديدها وتنفذ عملية لتطهير المنطقة كما قال مسؤول أمني إسرائيلي أم أن كل ما يحصل بين الحزب وإسرائيل هو مجرد تهويل لن يتحول فعلاً ميدانياً